بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلى على محمد وعلي محمد السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات العزاء جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا سامحوني فأيضا نريد أن نقول شيئا قبل الدخول في هذا الكورس وهذا يختص بتساؤلات مهمة ومنطقية كل شخص يجب أن يطرحها لماذا هذا الكورس ما هي فائدته ما هي أهميته أسئلة منطقية إن لم نكن نعرف إجابتها إذن الشخص سوف يتوقف وسوف يذهب إلى تخصصات أخرى ودروس أخرى لأنه لا يعلم ما الذي سيحدث هنا نقول بأن التحسين يسمى بالاوبتمايزيشن هو عالم ضخم جدا ومنترامي الأطراف ويدخل في كم من هائل من المجالات والتطبيقات نقصد بالمجالات هنا مجالات الهندسة الهندسة طبعا فيها الكهربائية الإلكترونية الميكانيكية السبل أي المعمارية والطرقات وهالهندسة أجهزة دقيقة والتحكم инструментation and control engineering الكميكا الهندسة كل التخصات الهندسية تدخل فيها تدخل في العلوم نقصد بالعلوم هنا الفيزياء والكيميا والفلك وغيرها تدخل في الرياضيات وهي جزء كبير جدا في الرياضيات الرياضيات العددية بالتحديد numerical mathematics لأن هناك أيضا بعض التخصات القليلة في الoptimization تختص بالرياضيات التحليلية analytical mathematics ولكن بشكل عام هي تدخل بشكل أساسي في الرياضيات هي أصلا جزء من الرياضيات أيضا تدخل حتى في المناجمينت وكل هذا سوف نتطرق إليه إن شاء الله إن تم التطرق إلى الدروس القادمة طبعا هذا الكورس مطلوب بقوة شديدة جدا لكل من يريد التخصص في الدكال الاصطناعي أينكم يا أصحاب التخصات في الكمبيوتر science والdata science هذا التخصص هو جزء أساسي منكم وهو يدخل في الدكال الاصطناعي artificial intelligence حيث هناك الكثير من المصطلحات المرافقة للAI من هذه المصطلحات شبكة العصبونيات الاصطناعية artificial neural networks حيث تدخل فيها الoptimization من دونها لا ليس هناك أي معنى من استخدام الشبكة العصبونية لأن الشبكة العصبونية neural networks مبنية أساسا على التعليم training stage والtraining stage كما نعلم موجود بها بالداخل optimization algorithm أيضا من قبيل المصطلحات تعلم الآلة machine learning التعلم العميق deep learning التنقيب في البيانات data mining والتحكم الأمثل optimal control طبعا هذه الكلمة التحكم الأمثل نأخذها في الهندسة وليس في الكمبيوتر سايينس والتشغيل الأمثل optimal operation أيضا هذه نأخذها في الهندسة وربما في المنيجمنت أيضا optimal operation لذا يعتبر هذا الكورس مهم للغاية لكل شخص يريد الانتقال لمراحل متقدمة جدا في تخصصه وكما قلنا في البداية optimization كمصطلح له معنى واسع جدا ومفاهيمه متشابكة ومتداخلة ومترامية لذا لكل شخص يريد الولوج في هذا التخصص مباشرة من دون أي مقدمات أنا أقول له وأنصح بالابتعاد عن ذلك من دون أخذ أي مقدمات أن يبتعد لأنه سوف يسبب له الكثير من اللغف والتعب والصداع الشديد وتضيع جهده لن أقول سدى لن أقول سدى هنا لن أبالغ وأقول سدى ولكن سأقول بأن جزء كبير من جهده وتعبه سوف يتبدد بينما يمكنه توفير هذا الجزء الكبير في التعلم والبرمجة كودينغ وديزاينينغ وأشياء أخرى باختصار هذا الجهد في المكان المناسب يجب أن يأخذ كورسات متخصصة فقط في تعليمه بالمبادئ وهذا هو أساس هذا الكورس حيث أن الهدث من هذا الكورس هو تقديم هذه المفاهيم والمصطلحات المتناثرة هنا وهناك كما قلنا لكم على طبق جاهز اعتبروا طبق من دهب حيث من هذا الطبق يمكننا التزود من كل هذه المصطلحات ومن ثم الولوج لهذا العالم بكل أريحية وسلاسة أيضا بالرغم من معرفتنا الجيدة بهذا التخصص إلا أنه بالنسبة لي أتكلم تم الرجوع إلى العشرات من الكتب والأوراق البحثية scientific papers من journals, conference papers, technical papers والبرمجيات المختلفة softwares لإظهار مختويات هذا الكورس على ما هو عليه طبعا أنا أقولها وقلتها في الدرس السابق بأن هذا الكورس فريد من نوعه حتى في المصادر الأجنبية أتمنى أن تقوموا بالبحث عن هذا التخصص optimization algorithms اكتبوا مثلا fundamentals of optimization algorithms introductions to or introduction in optimization algorithms على سبيل المثال وسوف تعرفون ما الذي أقوله هنا سوف تجدون بأن محتويات تلك الكورسات مكثثة جدا جدا في الجوانب الرياضية والتقنية البحثة حيث تكون معقدة للمستمع الكريم الذي يريد أن يبدأ في معرفة هذا التخصص ولذا نجدد قولنا بأننا لا نوعدكم هنا بالمتعة لأن هذا الكورس تخصصي ولكن نوعدكم في حالة كنتم مجدين وراغبين في التعلم بأن هذا الكورس سوف يفتح آفاقكم لبعد جديد جدا 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 حيث هذا البعد سيكون جديدا بالمطلق لكم سوف يغير الكثير من المفاهيم والنظر إلى المشاكل الموجودة في عالمنا التقني شكرا لكم أعزائي ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة شكرا لكم